أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات البحرينية الأمريكية تواصل نموها نحو نطاقات أكثر تساعا في كافة المجالات وذلك في ظل ما يجمع البلدين الصديقين من اتفاقيات مشتركة والتي كان أخيرها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار مشيرا سموه إلى أهمية استمرار تنمية وتطوير أوجه الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الصديقين بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الاصخير اليوم بحضور سمو الشخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل وسعادت السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء السيد ستيفن كريغ بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين حيث أشار سموه إلى ما وصلت إليه مسارات العمل والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من مستويات متقدمة وأهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون المشترك بين البلدين الصديقين على كافة الصعود أكد سموه على الدور الهام الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم بما يسهم في دعم مختلف مسارات التنمية كما جرى خلال اللقاء بحث سبول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على صعيد المستجدات الإقليمية والدولية اشتركوا في القناة